السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب رح يكون عندنا اليوم حل تمارين الاختبار التراكمي رقم 10 للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثالث نبدأ بالجزء الأول وهو الاختيارات اختر الإجابة الصحيحة في السؤالين واحد واثنين استعمل المصطرة لإيجاد أطوال القطع المستقيمة المطلوبة على المخطط أدنى من خلال الكتاب والمصطرة سوف يقوم الطالب باستخدام المصطرة لإيجاد المسافات على هذه الخريطة المسافة على المخطط بين المدرسة ومنزل يزيد ثلاثة متر طبعا لا يمكن لأن الكتاب أصغر من المتر فالاحتمال الأول احتمال مستحيل الثاني صفر فاصلة ثلاثة من مئة ثلاثة من مئة من المتر هذا طبعا يساوي بالضرب في مئة يساوي ثلاثة سانتي متر هذا طبعا يكافئ ثلاثة سانتي وهو المسافة بين المدرسة ومنزل يزيد هذه هي المسافة إذا قسناها بالمصطرة راح يصير عندي ثلاثة سانتي ولكن هو كاتب نهيلي بوين بالمتر نحولها كيفية التحويل من متر إلى سانتي للتحويل من كبير إلى صغير نضرب في مئة يطلع عندي ثلاثة سانتي طبعا ثلاثين سانتي أيضا هذا غير معقول الخمسة سانتي كبير أيضا بيكون أكبر فعندك الانتحت مالين الباء أو الدال راح تقيس بالمصطرة راح يطلع عندك ثلاثة سانتي وهو يقابل صفر فاصلة ثلاثة من مئة متر إذن أيضا هذا إجابة خاطئة المسافة على المخطط بين منزل خالد ومنزل يزيد إلى أقرب ميلي لتر كلهم بالميلي لتر هل هي خمسة ميلي لترات؟ خمسة ميلي لترات يساوي نصف سانتي المسافة بين منزل هذه المسافة انقيسها بالمصطرة هل هي خمسة وأربعين ميلي لتر وتساوي وتقابل أربعة ونصف سانتي وهذا غير معقول لأن المسافة أكبر من المدرسة إلى منزل يزيد أكبر والمسافة بين منزل يزيد وخالد أقل فلازم يكون أقل من الثلاثة سانتي إجابة السؤال الأول فعندي عشرين وعندي خمسين ميلي لتر طبعا هذا بالقسمة على عشرة يطلع اثنين سانتي هذا يساوي اثنين سانتي العشرين ميلي لتر يساوي اثنين سانتي هذا طبعا يكون نصف سانتي أربعة ونصف سانتي خمسة سانتي الإجابة الصحيحة بالمصطرة هي اثنين سانتي وتقابلها اثنين ميلي لتر أو متر عفوا اثنين ميلي متر إذن بيكون الإجابة هي عشرين ميلي مترا المسافة بين منزل خالد ومنزل يزيد هو قال لي طبعا إلى أقرب إلى أقرب طبعا ممكن يكون أيضا بالمصطرة ممكن يكون واحد أو ثمنتعش ميلي متر فأقرب ميلي متر هو العشرين ننتقل الآن إلى سؤال ثلاثة الكسور اثنين على ستة ثلاثة على تسعة أربعة على اطنعش خمسة على خمسة عشر ستة على ثمنتعش جميعها تكافئ الكسور تكافئ يعني إذا بسطناها ترجع إلى واحد على ثلاثة ما العلاقة بين بسط كل منها ومقامه وشو العلاقة الواحد كيف يصير ثلاثة ضرب ثلاثة الاثنين كيف يصير ستة بالضرب في كم في ثلاثة ثلاثة ضرب ثلاثة تسعوي تسعة أو إني أقول له التسعة هذه تصير بالضرب الاثنعش أربعة ضرب ثلاثة الخمسة عشر خمسة ضرب ثلاثة إذا نوجه الإجابة الصحيحة نقرأ الإجابات المقام أكبر من البسط بثلاثة غير صحيح لماذا؟ لأن الستة أكبر من الاثنين بأربعة إذن هذه الإجابة خاطئة ما يحتاج نكمل البسط أكبر من المقام بثلاثة البسط هذا اللي فوق هل البسط أكبر؟ دائماً البسط في هذه الكسور الموجودة عندي البسط أصغر إذن هذه الإجابة أيضاً إجابة خاطئة أجيم المقام ثلاثة ثلاثة أمثال البسط المقام بثلاثة أمثال البسط يعني زي البسط بثلاث مرات شوف هنا ستة البسط اثنين مثل الاثنين بثلاثة يعني اثنين زايد اثنين زايد اثنين ستة صحيح أيضا عندي التسعة ثلاثة أمثال الثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة أو ثلاثة ضرب ثلاثة التسعة الأطمعش أربعة زائد أربعة زائد أربعة ثلاثة أمثال أطمعش الخمسة عشر ثلاثة أمثال البسط خمسة زائد خمسة زائد خمسة إذن الإجابة هي جيم ننتقل الآن إلى سؤال أربعة أوجد القواسم المشتركة للعددين أربعة وعشرين وستة وثلاثين المجموعة ألف الواحد صحيح الواحد قاسم لجميع العداد الاثنين قاسم للأربعة وعشرين وستة وثلاثين لماذا؟ لأن ستة وثلاثين والأربعة وعشرين أعداد زوجية تقبل القسمة على الاثنين الأربعة أيضاً أربعة ضرب تسعة ستة وثلاثين أربعة ضرب ستة أربعة وعشرين الستة ستة ضرب ستة ستة وثلاثين ستة ضرب أربعة أربعة وعشرين اطنعش ضرب ثلاثة أربعة وعشرين اطنعش ضرب أربعة ستة وثلاثين إذن هذه جميع القواسم المشتركة هل هناك قاسم غير موجود؟ دعنا نشوف المجموعة الثانية المجموعة باء نفس المجموعة ألف مضافا لها ثلاثة هل الثلاثة قاسم مشترك للأربعة وعشرين والستة وثلاثين نشوف ثلاثة ضرب ثمانية يساوي أربعة وعشرين ثلاثة ضرب أطمعش يساوي ستة وثلاثين إذن قاسم مشترك الثلاثة إذن المجموعة مجموعة أعم من المجموعة ألف ألف صحيحة ولكن في ناقصنها وين الثلاثة ما وضعها في ألف نشوف مثلا المجموعة جيم المجموعة جيم مضافا لها الثمانية شوف مضافا لها الثمانية هل الثمانية من قواسم العدد ستة وثلاثين هل يوجد عدد نضربه في ثمانية وعطين ستة وثلاثين لا يوجد إذن هذه المجموعة ألف والمجموعة جيم خاطئة والمجموعة دا لوجود الثمانية أيضا مجموعة ماذا خاطئة لأن هنا التسعة أيضا ليس من قواسم الأربعة وعشرين إذن الإجابة الصحيحة هي با سؤال خمسة يتابع مروان برنامجا تلفزيونيا يبدأ الساعة الثامنة مساء ويستغرق مئة وخمسة دقائق فمتى ينتهي هذا البرنامج إذا كان طبعا يبدأ في الثامنة راح نضيف ساعة كاملة حتى الساعة التاسعة فالساعة الواحدة الساعة الواحدة تساوي ستين دقيقة إذن نشيل من المئة وخمسة ستين دقيقة كم يتبقى؟ يتبقى خمسة وأربعين دقيقة خمسة وأربعين زائد ستين وساوي مئة وخمسة إذن راح نضيف من الساعة التاسعة إلى خمسة وأربعين دقيقة إذن تسع وخمسة وأربعين دقيقة إذن متى ينتهي من هذا البرنامج الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة الإجابة دال ننتقل الآن إلى سؤال ستة تحتاج غادة إلى خيوط أو خيط طوله ثلاثة سانتي لإكمال لوحة فنية فأي من الخيوط أدنى ستستخدم؟ هو قال تحتاج إلى ثلاثة سانتي طبعا ثلاثة سانتي تقريبا هو دال نستعين بالمصطرة راح نشوف أقرب واحد إلى الثلاثة سانتي أقرب واحد هو الفقراء دال سؤال سبعة يستغرق زمن عرض فيلم تاريخي مئة واربعة وثلاثين دقيقة فكم ساعة يستغرق؟ لازم نحولها إلى الساعات نقسم على ستين أولا ستين ضرب اثنين يساوي مئة وعشرين نقول له مئة واربعة وثلاثين ناقص مئة وعشرين ليش؟ احنا أخذنا مئة وعشرين لأن الساعتين تساوي مئة وعشرين دقيقة فنشيل هذه المئة وعشرين أربعة ناقص صفر أربعة ثلاثة ناقص اثنين واحد إذن يكون ساعتان وأرباط عشر دقيقة إذن الإجابة هي ساعتان مئة وعشرين دقيقة وأرباط عشر دقيقة المتبقية من الأربعة وثلاثين هذه هي الإجابة سؤال ثمانية أوجد المتوسط الحسابي لدرجات الطلاب التالية في اختبار قصير في مادة رياضيات كيف نوجد المتوسط الحسابي نقوم بجمع هذه الأعداد والقسمة على عدد مفرداتها عندي ستة أرقام نقول له ثمانية زائد سبعة زائد خمسة زائد عشرة زائد ثمانية زائد سبعة عندي ستة أرقام فلازم أقسم على ستة لإيجاد المتوسط إذن نقول له ميم يساوي نجمع ثمانية زائد خمسة يساوي خمسة عشرين زائد عشرة ثلاثين زائد ثمانية ثمانية وثلاثين زائد سبعة خمسة وأربعين إذن بيكون عندي خمسة وأربعين على ستة الخمسة وأربعين على ستة نبسطها لا يوجد هذا العدد هذا العدد غير موجود في الإجابات الأربعة فأبسط بالقسمة على ثلاثة الستة والخمسة وأربعين تقبل القسمة على ثلاثة خمسة وأربعين قسمة ثلاثة خمسطعش ستة قسمة ثلاثة اثنين إذن الإجابة هي دال خمسطعش قسمة اثنين هذا بالنسبة إلى سؤال ثماني ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من الاختبار التراكم الإجابة القصيرة أجب عن السؤالين التاليين إذا كانت كتلة زينة عند ولادتها ثلاثة كيلو جرام ومائتين جرام فكم جراما تكون كتلتها؟ أولا نحول الثلاثة كيلو جرام نحن قلنا الواحد كيلو جرام يساوي ألف جرام إذن الثلاثة كيلو جرام ضرب ألف نقولها ثلاثة ضرب ألف يساوي ثلاثة آلاف جرام مضافا لها مائتين جرام إذن نقولها كتلة هذا السؤال تسعة كتلة زينة نقولها ثلاثة آلاف زائد مائتين ثلاثة آلاف زائد مائتين يساوي ثلاثة آلاف ومائتين جرام هذا بالنسبة إلى سؤال تسعة سؤال عشرة نقرأ السؤال أكتب كسرين غير متشابهين مجموعهما خمسة على ستة في هذه الحالة نقدر ناخد عددين مجموعهما غير متشابهين مجموعهما يعني الكسرين نجمحهم بما أن قال لي المجموع خمسة على ستة لازم ناخد عددين في المقام إذا ضربناهم إذا ضربناهم في بعض يكونوا ستة لأن هنا عندي ستة مثل وين؟ ومجموحهم يكون خمسة مثل الثنين والثلاثة فهذا يكون اثنين وهذا يكون ثلاثة اثنين ضرب ثلاثة كم؟ ستة اثنين زائد ثلاثة كم؟ خمسة مجموحهم خمسة وحاصل ضربهم كم؟ ستة فبهذا الشكل يكون هنا لازم نخلي واحد شوف الآن كيف؟ راح يكون عندي الجواب خمسة على ستة المقامين غير متشابهين إذا ضربنا هذا في الثلاثة وهذا نضربه في الثلاثة لماذا؟ علشان يكون ستة وهذا نضربه في الاثنين وهذا نضربه في الاثنين فبصير عندي ثلاثة ضرب اثنين أو ثلاثة ضرب واحد ثلاثة ثلاثة ضرب اثنين ستة زائد واحد ضرب اثنين اثنين ثلاثة ضرب اثنين ستة نجمع الآن خمسة زائد اثنين أو ثلاثة زائد اثنين خمسة على ستة إذن ما هما الكسران نقول لي الكسران هما واحد على ثلاثة واحد على اثنين هما الكسران إذن ننتقل الآن إلى سؤال 11 الجزء الثالث من الاختبار التراكمي الإجابة المطولة أجب عن الأسئلة التالية اختر الوحدة المناسبة ملي متر سنتيمتر متر كيلو متر لقياس كل مما يأتي طول ملعب كرة القدم طبعا يكون بالمتر طول نصف قطر الأرض طبعا بيكون بالكيلو كيلو متر اختصارا كلم طول فرشة الأسنان بيكون بالسنتيمتر متر الاختصار سنتيمتر طول ذبابة بيكون بالملي متر الاختصار ملي متر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة